المحامات رسالة لأنها في جوهرها حماية للغير يعني الغير هو الأساس في عمل المحامي وفي فكرة المحامات وهذا من عمل الأنبياء والرسل تلاقي في التاريخ كله تاريخ الرسل والأنبياء ذات النبي وملكيته ملغية يائل ملكية ملغاة وإنما عمله كله هو للغير في هداية الغير وتفقيف الغير وبث الإيمان في قلوب الغير وبذر منظومة الأخلاق بكل شعبها في الغير كذلك المحامة المحامي يعمل في وقع الأمر وحاضر في وجدانه أنه يعمل لحساب الغير وأنه يعمل أيضا أمام غير يعني ممكن تقول أن الصناعي نتيجة عمله بيلمسها بإيده الطبيب الصيدلي يحضر الدواء يطلع الدواء المحامي برضه جاهده محكوم في يد الغير ليه؟ لأنه منطل حكم للمحكمة أخرى خلاف المحامي ومن أجل هذا كان المحامي نستطيع أن نقول أنه ينتمي إلى فئة خاصة تغرد خارج السرب ليه؟ لأنه مطالب بأن يكون على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة والثقافة زائد الموهبة التي يستطيع بمقتلها أن يطرح ما يريد ليه؟ لأنه يتحدث بما لديه لدى محكمة أخرى القاضي الآخر قد يكون في ظروف لا تسمع له بالاستقبال وقد يضيق عليه الخصم الحاضر ضده في الدعوة سواء كان خصم المدني أو كان النيابة العامة يضيق عليه الفرص فالمحامي مطالب برصيده بقى المخزون من العلم والثقافة والمعرفة بما فيها طبعا العلم بالقانون زائد الموهبة بأنه يستطيع أن يحرك السواكن يستطيع أن يصل إلى لب إقناع المحكمة بعدالة القضية التي يتحدث فيها شكرا